السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بحضراتكم في فيديو جديد على قناة التعليمية على اليوتيوب معكم محمد جلال معلم لغة انجليزية معلم خبير ومدرب معتمد من شركة مايكروسوفت اليوم بإذن الله منبدأ سلسلة شرحات خاصة بالتعليم عن بعض للعام الاكاديمي عشرين واحد وعشرين وبنتناول فيها جميع المهام المطلوبة من المعلم خلال الفترة القادمة بإذن الله يكون في فيديوهات قصيرة آآ سريعة وبشكل مبسط هتساعد حضراتكم في اداء المهام آآ بشكل آآ مميز آآ خلال الفترة القادمة آآ زي ما حضراتكم عارفين انه تم اعتماد برنامج كمنصة اساسية في فترة التعليم عن بعد وتم ارسال هذا المرفق الذي يحتوي على مجموعة من الارشادات الخاصة بالتعليم عن بعد آآ يوجد منها ارشادات عامة آآ زي ما قلت لحضراتكم انه تم اعتماد التيمز وفيها عدد الحصص والفترة الزمنية والمدة الزمنية لدروس المصورة آآ فيها طبعا الادوار والمسؤوليات الخاصة بالوزارة الادوار والمسؤوليات الخاصة آآ المدرسة ثم ننتقل الى آآ اللي همنا آآ في هذه الجزئية وهو المعلم هناك مجموعة من آآ المهام مجموعة من آآ آآ الانشطة او المهام التي يجب ان يقوم بها المعلم خلال هذه الفترة آآ وطبعا بتتم من خلال الجدول المدرسي المعد من قبل آآ المدرسة فيها مجموعة من الحصص الاولاين وفيها مجموعة من الحصص داخل المدرسة ولكن آآ حديثنا هيكون على الحصص اللي هي الاولاين من آآ ثم باذن الله هيكون في فيديو قصير يتناول كل نقطة من هذه آآ المهام بحيث ان الموضوع يكون آآ مبسط آآ ويسير علينا آآ جميعا باذن الله. اول مهمة معنا وهي رفع عابط الفيديوهات الخاصة بالدروس في الاماكن المخصصة لها على برنامج مايكروسوفت تيمز. العام الماضي كنا نرفع الفيديوهات بشكل مباشر جدا من خلال نسخ آآ الرابط او عمل آآ تبويب داخل آآ داخل نفسه ولكن هذا العام الموضوع يكون مختلف شوية. نحن هيتم آآ عمل قنوات داخل كل تيم او داخل كل صف افتراضي. وسيتم اضافة هذه الروابط على هيئة آآ تبويب او تاب داخل آآ القناة المخصصة للدرس. النقطة الثانية اعداد نماذج التقييمات اليومية والاسبوعية وهذه ايضا آآ نقطة تم يعني آآ مختلفة عن العام الماضي لان العام الماضي كانت آآ التقييمات اليومية والاسبوعية بنحصل عليها جهزة ولكن هذا العام سيقوم المعلم باعدادها آآ بنفسه باستخدام برنامج مايكروسوفت تيمز مايكروسوفت فورمز آآ ثم يقوم آآ بعمل آآ الاختبارات والواجبات في ماكروسوفت تيمز من خلال استرداد هذه الاختبارات آآ ثالثا الاجابة على استفسارات الطلاب اثناء الدوام آآ المدرسي آآ رابعا معنا ايضا آآ متابعة اداء آآ تقييمات ورفع اسماء المدخرين لدارة المدرسة ودي آآ طبعا آآ فيها منستفيد من الجريدز ومنستفيد من داخل آآ القناة آآ وداخل التيم وبيتم طبعا حمل حصر الاسماء الطلاب. هنا سيبلي نقطة بيقولي بامكانك الاستعانة بتطبيقات اخرى او مصادر رقمية دائمة للطلاب على ان يتم رفعها بشكل روابط من خلال مايكروسوفت تيمز ايضا تفعيل آآ فرق المنشأة من قبل الوزارة طبعا دي كلنا آآ تم قامت الوزارة بعمل الفرق آآ واضافتنا من خلال آآ الجداول آآ المرسلة آآ اليهم. اذا عندنا مهام آآ او آآ نقاط اساسية هيدور حواليها المهام الخاصة بالمعلم خلال الفترة القادمة آآ رابط الفيديوهات الدروس المصورة آآ عداد التقييمات وعمل آآ مناقشات آآ للطلاب عن الدرس. باذن الله هنتناول آآ كافة هذه النقاط في آآ فيديوهات مختصرة بحيث انها تساعدنا آآ على اداء هذه المهام بشكل مميز باذن الله آآ ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات علشان يوصل لحضراتكم الفيديوهات اول باول وان شاء الله آآ هيكون في الوصف لهذا الفيديو آآ باقي الفيديوهات التي بتتناول المهام باذن الله شكرا جدا لحضراتكم اتمنى مشاركة الفيديو علشان يوصل آآ لاكبر عدد آآ من المعلمين لكي يستفيدوا منه باذن الله شكرا جدا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة